السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 الجو سبحان الله كان جدا غريب يا بنات وهو ليلة الجمعة يعني مرة هوا هوا مرة باردة ومعاها عج فاشوفوا شكل الغبار على الطاولة من بكرة اليوم الجمعة لكن الحمد لله مع التنظيف وكذا كل شيء يكون يهون يعني الحمد لله هذه بنات الشمعة مرة جنن ريحتها من باظ تخيلوا حتى اني بعد ما حطيتها في المقلط يعني جلستنا وجحوا للعصر كده وسكرتها مرة استمرت الريحة موجودة بمقلط وماشاء الله ليلة لالله يعني شغلتها تقريبا يمكن ثلاث ساعات وما انقصت يعني ذاك الدرجة طبعا انا يوم الجمعة يعني خلاص يعني في الاونة الاخيرة خلاص قررنا اني ما يصير في غدا يعني انا سويه نجيب جاهز كل اسبوع نجيب لنا من مطعم فقلت بس بسوي سلطة طبعا والسونة ما خلقتني يكمل قالت انا اللي بسوي السلطة انا بس قطعت لها الخيار وهي كملت باقي المكونات سلطة عادية يعني خضرة حطت عاد عليها صوص زبادي ونعناع وحطت معا بعد زعتار وحطت زيت زيتون فمره طلعت ما شاء الله لذيذة خليت عاد وسونة هي تكمل تجهيز السلطة ورحتنا عاد اجهز القهوة وحط الصيني وكذا عشان لاجه من الصلاة خلاص منت القهوة وبعدين واحد من الشباب يروح يجيب الغداء فخلاص هذي عاد وسونة لا يصلحها تقطع لنا السلطة انا عاد مرة افضل صراحة السلطة العادية التقليدية يعني هذه دايما يوميا تقريبا انا سويها لي وظاهر حنا ما عندنا ببيتنا يعني شعبية مرة للسلطة لكن انا والسونة وخوعتها يعني شوي نحبها عاد سبحان الله يا بنات الظاهر البرد جانا جميع اقول لكم البارح مرة مرة ما قدرنا نقعد كنا ناوين كنا يعني نسهر في الحوش كده لكن هو مرة قوي وبارد فما قدرنا صراحة نقعد بردنا مرة حين سوينا لنا زنجبيل فيعني الظاهر خلاص رسميا يبيبدا الشيطة ان شاء الله هالسبوع اتوقع الله يرزقنا عاد المطر فخلاص هذه سلطة توسونا وبعدين بعد ما خلصنا غدانا وقضينا قلت خلينا اروح شوف محل عندنا اسمه ابتكارات الصين حلو والله عند اشياء اخدت من عندهم والله ترامس قلت بجرب ترامسهم ان شاء الله بوريكم اياها فيديو ثاني عشان بس ما اطول فيديو وات واخدت من عندهم والله خداديات يا بنات مرة حلوات وسعارهم معقولة يعني على خمسين ريال هدو اللي بعد الاشكال والوان عندهم ترامس بس صراحة ما ادري عن الجودة حتى سألت يعني كم واحدة كان موجودات بالمحل جربتوها قالوا لا والله ما جربناها عندهم وكنت بعد وش اللي خلاني اروح ووسونا بكرة عندها فقرة بتطلع مع اختها وتبي تحتاج صينية عشان بتسوي فقرة ايس كريم الشتاء انتم استعدوا للفقرة الفيديو الجاي فكنا مرة مرة محتارين ما ندري ما ندري وش ناخذ صينية عشان تحط فيها المرش ملو وكذا والبسكوت ومدري ايش الشياء بتسويها بالاخير عاد درسنا لنا على صينية يعني اخترتها هي واخذناها ان شاء الله عندهم والله بنات شكال صحون مرة صرح عجبتني لكن صرح حسيت مرة سعر مبالغ فيه يعني صح على 11 ريال حسيت مرة غالي ولا انا كنت مرة ابي مثل حجم هذه الصحون اللي تكل الحل عندهم اشياء حل ومر للتقديمات زي هذه الصياني اللي تصفين فيها المعمول تصفين فيها اشياء بعدت تكون معها غطا او حتى مثلا مو بشرط الا للمعمول الاشياء هذي ممكن تحطين فيها البخور والاشياء الاكسسوارات او الذهب على تسريحتك مرة عجبتني بس الحجم هذا مرة حسيت صغير كنت انا ابغى واحدة اكبر للحلا لكن والله عندهم اختيار عندهم يعني افكار هذه عجبتني مرة وحجمها حلو وعندهم اشكال وافكار ابنات للمباخر حلو وعجبتني يعني عشك الهدية يعني اللي حاب ياخذ لها هدايا تغل فينها وكذا مع بخور اخذتنا هذه يا ابنان مرة جنن عجبتني وسعرها على 40 ريال وفي اقول لكم مرة موديلات مرة كثيرة للمباخر هذه بعد مرة حلوة للي يعني بغتوها كهدية معها يعني تيجي بعلبة وفي شي يجي معه صندوق صغير للبخور هذه بعد مرة عجبتني حلوة كهدية تغلب بس تغليب حلو مع كرت وماشاء الله لليه للا تطلع مرة روعة وبعدين خلاص رقيت فوق عشان عاد أشوف الخداديات لأني أنا كنت أصلا طلعتي عشان أبغى أخذ لي كمن خدادي الكنب حق الغرفة بس قلت أوريكم أشارككم بعض الصور مرة عجبتني صراحة المباخر أنا مرة أحبي بنات المباخر عشقهم هذه بعد مرة عجبتني مشاء الله حلوة أنا أحب صراحة المباخر الصغيرة وبعدين هذا الدور اللي فوق كل أبجرات و خداديات و زرعات مرة مشاء الله يا بنات كثرت المحلات زي كذا مرة كثرت عندنا حنا بس عندنا في الشارع الرئيسي اللي عندنا ظهر في خمس محلات زي كذا هذه يا بنات الخداديات في أشكال وألوان وفي أسعار ولا متفاوتة في شيء على 38 وفي شيء على 40 وفي شيء على 50 وفي أشياء أغلبهم أنا كنت أبغى يعني في شيء بنقشة وشيء سادة لكن كل اللي لقيتهم والله فيهم نقشة قلت خلاص أخذ هذول اللي فيهم نقشة ومن محل ثاني إن شاء الله أدور لأشكال ثانية ويعني كل من محل يعني نلقط منها الشيء هذول بعد الصياني يعني أعجب مم صياني طاولات زي الطاولات يعني ممكن تحطين فيها تحف ممكن تحطين فيها أشياء تقديم كذا صار عندك ضيوف يعني عجبتني عجبتني بعد هذول الشوايات مثلا الجلسات الخارجية تشوين ذرة أو مارشميلو أو كذا بجلسات الشتاء يعني حلو الواحد يأخذ لفكرة ويتمشى لقيت أشياء مرة صراح عجبتني بس قسمت الأشياء قلت رح أخذ اليوم من الخداديات وخدت صينية اللي وصن تبغى وخدت لبعد ترمسين قلت بجربهم حتى قلت للموظفة هتري بجربهم حط عليهم يعني موية حارة من الليل وأشوف من بكرة إذا صاروا ما يبردون خلاص أخذتهم أما إذا صار مثلا تبرد الموية أو يعني ما تحفظ الحرارة رجعتها وبس يا بنات هذول كانت مشترياتنا طلعنا عاد من المحل وهذه أخذتلي قلت خلينا أريكم الخداديات اللي أخذتها وعطوني عد رأيكم يا بنات وكان عندكم مقترحات لأن الكنب أنا عندي سكري فأعطوني رأيكم بالخداديات اللي أخذتها وش رأيكم فيها بالكومنتات يعني ردوا علي الله يسعدكم أنا راح أمر أفرح بالآراء ومشاركاتكم وش رأيكم فيها وش أحط إضافة يعني أحط إضافة سادة أشتري خداديات سادة أو لا وش رأي يعني أعطوني عراءكم عد أنتم وبس يا بنات هذا اللي كان عندي فيديو اليوم شوفكم في فيديوهات قادمة ومع السلامة